مجزون لأهم الأنباب قناتي عدن الفضاء أهلا بكم صدر قرار رئيس مجلس القهدى الراسية القائد اللعلى للقوات المسلحة رقم 40 لسنة 2023 بشأن إنشاء هيئة العمليات المشتركة قضت المادة الأولى من هذا القرار يتم إنشاء هيئة العمليات المشتركة ومقرها العاصمة المؤقتة عدن تحت إشراف وزير الدفاع فيما قضت المادة الثانية أن يحدد وزير الدفاع مكونات أهداف ومهام الهيئة ولائحتها التنظيمية وقضت المادة الثالثة من القرار بتعيين رئيس ونائب لرئاسة الهيئة ونصت المادة الرابعة بأن تتبع الهيئة وزارة الدفاع في كل مهامها وبما لا يتعارض أو يخل بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع وهيئة الأركان كما نصت المادة الخامسة أن على وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ونصت المادة السادسة أنه في حال غياب وزير الدفاع ينوب عنه رئيس هيئة الأركان في الإشراف على الهيئة ونصت المادة السابعة والأخيرة من هذا القرار أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاس القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 41 لسنة 2023 بشأن تعيين رئيس ونائب رئيس هيئة العمليات المشتركة قضت المادة الأولى منه بتعيين الواء الركن صالح علي حسن طالب رئيس الهيئة العمليات المشتركة وقضت المادة الثانية بتعيين الواء الركن يوسف علي شراجي نائبا لرئيس هيئة العمليات المشتركة ونصت المادة الثالثة والأخيرة أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية أكدت توزارة الخارجية تسير 23 رحلة برية من مدينة الخرطوم وولاية الجزيرة إلى مدينة بورتوسودان على متنها 1200 مواطن ومواطنة وتسير سبع رحلات من مدينة الخرطوم إلى مدينة مدني لنقل المواطنين إلى أماكن آمنة وقالت الوزارة في بيان لها أن طاقم السفارة اليمنية ولجنة الطوارئ المشكلة من السفارة والجارية والاتحاد متواجدة في كل من مدينة الخرطوم وبرتوسودان لتسهيل عملية الإجلاء وأضافت الوزارة أن العمل جاري والتنسيق على مختلف المستويات مع الأشقائف المملكة العربية السعودية لاستكمال إجلاء كافة المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن شاركت بلادنا في أعمال المؤتمر الدولي للملكية الفكرية والابتكار من أجل زراعة مستدامة المنعقد في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمدينة جينيف سويسرية بوفد ترأسه من دوب بلادنا لدى المنظمات الدولية في جينيف السفيرة الدكتور علي مجور ويناقش المؤتمر عددا من القضايا المتعلقة بالأراضي والمدخلات الزراعية والزراعة والحصاد والتخزين والتوزيع والاستهلاك من الزراعة إلى التسويق شنت ميليشيا الحوث الإرهابي المدعومة إيرانيا قصفا مدفعيا مكثفا استدفى القرى السكنية جنوب محافظة مأرب وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوث شنت قصفا مدفعيا بقضائف الهاون مستهدفة العديد للقرى السكنية في منطقة ملعاغر بمدرية حريم وبحسب المصادر فإن القصف أدى إلى أصابات في أواصط المدريين تم إسعافهم إلى المستشفيات لتلقي العلاق ويأتي ذلك بعد يوم واحد على استشهاد شاب برصاص قناص حوثي أثناء ما كان يعمل في مزرعته وفي ذات المنطقة كانت ميليشيا الحوثي الإرهابي المدعومة إيرانيا قد شنت في أول أيام عيد الفطر المبارك قصفا صاروخيا وبالطيران المسير استهدف القرى السكنية في المديرية ذاتها وقزل الأخبار انتهى أنتم الوطن بخير في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر